حكاية من نوع اخر دائما تقول لكم بأنه الصاحب ساحب يا اما للخير يا اما الشر في حكايتنا الليلة أصدقاء السوء اللي غادي يدخلوا على رب العائلة أو بالأحرى رجل ناضش وغادي يضمروه هو والأسرة دياله بأنهم غادي يغروه بممنوعات اللي غادي تنهيلي حياته بين ليلة وضحاها قصة الليلة اللي قد تقول الزوجة دياله بغي ستكون عبرة لكل مستمع سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا يوتيوب سلاميلي كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير اموركم هانية اذا كنتي جديد على القناة كنقول لك دائما وابدا مرحبا بك واذا كنتي من اهل الطار فالطار طارك قبل ما ابدأ معكم القصة ما تنسوش انكم تدعموني بانكم تضغطوا على زر الاعجاب وايضا تفعلوا جرس القناة باش دائما يوصلكم توم الولين جديد لسنحط باختصار نبذة انا غيطا من العائلة الحمدلله لميسورة وتزكن في حي راقي ومعروفين في ديك المدينة عشت طفولة مزيانة وهادئة فمن بعد الباك ديالي غادي ندير بزاف ديالي فورماسيون وغادي نخدم من بعد غادي نتعرف على واحد الشاب مهدي في سنة 2009 لي صاحبو كيعرف صاحبتي تلقينا مجموعين شربو قهيوة ومن ثم بقى مبيناتنا تواصل هاد الشاب الحشومي كينتامي العائلة ببسيطة وتيسكن في حي شابي تقاتل والديه باش انهم يقرروا لهو ولا خوتو من بعد الباك اللي اخداه بنقطة مشرفة غادي يمشي يتبع طب وغادي يخدم فيه غادي ندخل اناويا في علاقة لكلها حب واحترام وتقدير حتى الالفين وخمستاش كان مهدي متبع الرياضة دياله ونظام ديال الاكل دياله الصحي وكان دائما مهلي فراسه هاد الوقت كله ما بين 2019 و 2015 خرجنا سافرنا تعرفنا على بعضياتنا مزيان فهاد الوقت انا اي حاجة كنت 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 اعطاني ماما او لبابا كنت 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 نقسمها معها فلوس حوايج اللي كان كنت 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 نمشي نشري ليه باش انه يلبس ويبان قدم الناس خصوصا فاش يالله بدل خدمه في سبيطار كنت تنبغيه وتنبغي ان يشوفو ديما يكون احسن واحد في 2015 صف بغا يحمق ويتزوج بيه حتى انا غادي تزوجو عن حب وقترحت عليه باش انه نسكنه معا ماما بما انه عندنا الطاة كبيرة سكننا معاها وكانت مسكينه ما كنت نقسم من والو الى ما جبلاش ما كنت قوش لي نجيب كانت كنت تتعامل معا بحل ولدها كان عزيز عليها بالساف حتى هو كانت يحترمها فهذا الفترة معمور مبالية فيه شي عيب كنا كان نخرجو كان نسافرو من بعد غادي نحمل في نفس السنة وغادي نولد دوز 40 يوم صعيبة حيزاش كان جاني فيها البيبي بلوز وبنسبة الناس المفاهمش هذه الجملة فهي ماشي كتئاب حيز كين فرق بينها وبينه بيبي بلوز للمعنى ديالها علميا هو واحد شعور اللي تيكون مستمر شي ايام بسبب انخفاض الهرموني اللي تيوقع المرأة من بعد ما كتولد والارهاق كتقول غيتا كان جاني بيبي بلوز خايب ومجهد وخرجت من الخدمة باش اناني نقابل ولدي في الليل الرجلي كانت يخدم في السبيطار الحكومي وبالنهار كانت يخدم في مسحة واحدة اخرى انا كأني متقبلش ذيك الوضع هي جديدة كان كل شي فيها صعيب من بعد الشهر على الولادة ديالي حتى الواحد النهار غنكونت نقاد في بلاكار في الجهة ديال الحويش ديال الرجلي وغاديلقى وحد الخنيشة في حويجو ديال الخدمة اللي غادي نحلها ولقيت فيها شي حاجة بيضا بحل الدقيق وما فهمتش شنو دك الشي غادي نرجعها لبلاستها غادي نكتب وغادي نصفت له اوديو وغادي نقول لي فيه راني كانت سنال جواب نتاك شنو دك الشي اللي لقيت ما كان شرد مرة اخرى غادي نلقى بحالها في الطموبيل عنده وغادي نسوله وغادي يقول لي رمشي ديالي ماشي بزاف واحد النهار غادي يجي مع طلب الليل وغادي يجي وحويجو فازقين كأنه أعزكم الله ما تتمكنش من راسه فمين سولتو شنو واقع قال لي يا را كانوا تابعيني شفارة قلت له اه مرة ما يمكنش زعمة انك تكون انسان متريني وبهذا الفورما شو غادي يديروا لي قاعد شفارة كونتبعوك تم اعرفت بلي انه تعطى لشي حاجة قوية لما خلاتوش انه يتحكم فراسه بدت يدخلني شك لاناني دخلت الانترنت وبدت تنبحة الناس اللي كيتتعطون الممنوعات والممنوعات بالضبط وشنو هما السلبيات اللي توقعوا في ذلك الانسان بعد ما كياخدوهم من هنا بدأوا الاحداث كيتسلسلوا كتجي حاجة من المرة وحاجة اللي كتأكد لي بلي فعلا انه الزوج ياللي كيتعطى وصف ديال 2017 غادي نسافروا لواحد المدينة ندوزو العطلة كل شي كان داز على خير حتى النهار قبل الاخير هو بغي يخرج بالليل انا ما خليتوش ويجي واحد الهيستيريا اللي بها غادي نعرف بلي انه تقطع من الممنوعات اللي كان كيتعاطى لها فبدأت يقلب على واحد المخدر اللي مالقاهش بغي يتسطى بقى كيضرب فيها وكيهرس اي حاجة قدامه وكيلوح في الالعاب ديال والده ويغوت الدرجات من انت تفكر حاليا هاد الشي تبقى تقول في بالي غير الله يسمح لك الدنيا واخيرة غادي نشدوا الطريق ونرجعوا في حالنا وهنا فين غادي يبدأ العذاب وحياة واحد اخرى من بعد ايام بديد كنلاحظ بلي انه حياته تبتلات ولا كيخرجوا بزاف ثلث يام اربع ايام وغبر على الدار ما كيجيش تما فين بديد تنشك وتنتبعوا عرص بلي انه مع واحد جروب ديال الصحاب كانوا هما جروب ديال الصحاب اللي كيخدموا جميع كيخرجوا جميع وكيدروا كل شي مجموعين هاد المجموعة انتعرو فقط السؤال اللي غادي يبينو لي بلي انه الحياة هي يتعاطى من الملوعات هنا فين غادي نكتشفت الصدمة القوية اولى الساعقة اللي غيرت لي حياتي 360 درجة تخاسمنا تغوتنا تفرقنا المدة طويلة اللي فيها هو كان كيغرق في هذا العالم دياله ديال الممنوعات انا غادي مشي نعلم خوه وغادي نقول لي هاشنو كيدر محدي الجواب دياله هو ما عندي ما نديرلك صدمني وانا نقول لي صاف شكرا اخويا انا كنت بغاك غير باش تعاوني ونتعاونو عليه كاملين ما حدو يالله بادي ما جاوبنيش وزادو خلاني من ديك النهار ما بقيتش بتمع حتش يحد من عائلته الموضوع نهائيا راجلي اهمل راسو وما بخش داك الانسان الطموح الايجابي مشا في العالم ديال الليل مع دوك الاصحاب السوء اللي غرق معاهم في ديك المصيبة واش كان اختياري او لماشي اختياري الله احلم تخيلوا لدرجة كم كان عيط الاصحاب وكان بكي عليهم وتانقول ليهم حشو معلكم راح عندو لي دعطيه التساع تيقولوا لي هادي هي حياتو خسكت تقبلية المهم كيف قلت لكم في الفترة اللي كنت مفرقة معا حجاجة تخاص منها كان عقل بالليل كنت ناعسا وكان حدايا ولدي معاشر ربعا ديال الصباح غادي يصوني عليها التليفوني قالوا بديتا نسمعو تيبكي وتييقول لي يا سمحي لي وغيقول لي بلي انا وداشي حادثة غادي دخل معاستا ديال الصباح للدار وكييجيكي عنقني وكييبوس على راسي ويبوس في ولده اللي ما شافوش لمدة عام وتييقول لي يا سمحي لي من بعد غادي نسولوا علش كادير هاد الشي ما عطانيش جواب بدي غاك يطلبني انا ننعاونو ووعدني بلي انا وغادي الدوا وعلى قبلنا وقبل ولدنا وبداتي يطلب نوتيزة وكفية كانت يبالي في واحد الحالة حزين ويائس ومضروب فوجو وبعيد جدا على هذك الشخص اللي كنت نعرفه وحياته التبتلات شفت حتى عييت وانا نقول علاقة بالحب اللي بيناتنا والعشرة وولدي الله يسامح يقدر هاد الشي فيه خير اجي نبدوه من جديد مدام هو باغي ونوي النوم يتبتل وانا نقول ليه غادي نعاونك جا عندو هاد صاحبو قال لي لا انا غادي نتعاون معاك ونشتك في المصحة المصحة اللي وانيتي يخدم فيها وما غاديش تبقى تمشي بزاف الدار وغادي نبدوه في الاجراءات نتعاد المشكل معاطبي بنفساني في نفس الوقت باش انا هو يعاونك المهم مشا للمصحة وغادي يبدو تخيلوا معايا في هاد المرحلة غادي يبدو تطورات جدا وقصة جديدة في هاد المرحلة دي الكلينيك غادي يبدو يصفت ليها ميساج اوديو يسول فينا واش كل شي مزيان وبدأت يقول يابلي انه في المرحلة انتاع متبعد ونفس الوقت سرى مع الطبيب بنفساني في الفين وعشرين فين بدا مرحلات انه يتشافه ولكن من بعد غادي نكتشف بلي انه ده هاد المرحلة اخطر بمعنى بدك يتعاطى الممنوعات اللي هما مجهدين ممشاش يدوى ولكن سحابه غادي يغرقوه وصل للمرحلة انه تيد كليبرا دي الممنوعات وما بقاش غير في مرحلة الشمان فهذا المرحلة ما غا يبقاش يخدم في السبيطر الحكومي غادي يجريو عليه حياته غادي يتقلب سحابه بقى معاه غير في الوعود والقابلي انه هاد الباب مسلكه حيزاش اي حاجة كان بقاها في ذاك الكلينيك كان تيديرها سحابه بينه لي الجنة فوق الارض وحيزاش ترى هاد شي في المرحلة انتاع كوفيد فكان مسلكه باش انه يبقى مكون فيني غير في المصحة لأيام وأيام اي حاجة كان بقاها كان تيديرها كان تيدرب لي بارد يا الكوكاين وهو عايش في ذاك الدوامة لحياته وبعده من جديد غادي يطح مره 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 كيسول وإلى ما سولت شانه هو ما كيسولش كل مرات يقول لي انا مريض انا ما قادرش نهضر هاد شي كله حتى الواحد النهار غادي توصلني واحد المكالمة من عند واحد البنت اللي خدام معاه تماما في ذاك الكلينيك اللي غادي تقول لي السلام عليكم واش اختي انتي غيتا قلت لها اه قلت لي بغيت غير نقول لك باللي انه راجلك الله يرحمه مات تصدمت تنقول لي واش كتنطري معي من نيتك هزيت طموبي خليت ولدي ومشيت تنجر الكلينيك دخلت بديت كنسول عليه فينا هو حتى احد ما بغى يجاوبني قاعدوا يخدامين تمات يدخلوك يخرج وما اللي خدامين معاه حتى غادي خرج واحد سيد اللي خدامت امه وهو يقول لهم واش مازال ما قلتوش لها وهو يدور عندي قال لي يا مادام مهدي الله يرحمه كان قللي شنو هو السبب انا جيت لها باش نعرف شنو هو السبب باش ما تراجلي وهو حياته كلها ورياضي ومقابل غير راسه ومقابل غير حياته هل يجدرتوا في هاد شيء علش يتمتوا لي يا ولدي بقيت تنغوت وتنقول حسبي الله ونعمل وكيل في كل واحد فيكم والله يخد فيكم الحق غادي يهبطني شفتو وسبحان الله اعطاني ربي واحد ثبات انني بليت كان نقلب لي في لحمه كله وكان نشوف الاثار ديال داك شيء كله اللي خرب لي حياته وكان بكيب التموح فراسي كيدو ديال ماضي انتع الدكريات والخير اللي دووزنا وكيفاش حياتنا التقلبات في فرمشة عين من بعد ما دووز ديالليلة في مستودع الاموات انا صباحا غدين رجع وقد يبدأ كل واحد يقول كلام فشكل كنت عسيت بلي انا وشي حاجة مشيحتل هي ديك اللحظة جاتني واحد الفكرة واحدة فراس هي انني ندوي للبوليس حيش عندي ولدي غدوا اللي بعدو فاش غد يقول لي راجل غد يسولني كيفاش ما تباه علما انه وهو طفل عندو واحد صورة عليه انه انسان صحيح ورياضي ولكن الداخل ديالباه ما كانش عارفو جاوا البوليس وحسوا بلي انه كين غموط في هات القضية وقالوا لي بلي انهم غد يديوهل تشريح اصحابو شي بدك يشوف شي كل شي كي تفتفو تخلعو ما عرفو ما يقولو انا مشيت لكم يا ساريا جمعا السبت لحد عد باش اعطوه لينا ودفناه حاليا ولدي عندو خمس سنين ونوعا ما ما زال ما وعيش بلي انا وبباه ما بقاش غد يشوفو ما قدرش نقولي بهاد المعنى بلي انا وبباك مات حيتاش فقط نهار انتهى الحداد اللي لبس فيه البيض كان مصدوم في ديك الفترة كلها لدرجة انه ما بقاش تيحمل اللون البيض تبارك الله عليكي وتنحاول باش انا نتعمل معاه بالذكاء دياله هو عارف بلي انا وبباه ما كينش وتنقولي بلي انه راهم شوفو حد السفر اللي هو طويل ومن يمكن تدي معي القبر تيبدي يقولي انا را عارف بلي انه وبابا تيسمعني مره مره تنكتب انا وياه شي رسالة وتنقوليه بلي انه را باباك تيسمعك ويمكنك تدوي معاه المهم كنحاول انني نتعامل معاه بالطفولة دياله بعيدا عن قصوات الحياة والكلمات ديالها واذا كنتوا غادي تسولوني على العائلة ديال المرحوم اللي كان هزهم فراه من النهار مات ما بقاو سولوا فينا لا انا لا والدي اما بنسبة القاضية اللي كنت ترتبها شكاية عند البوليس فديك المصحة غادي يحاولوا باش انهم يسدوها وفي ذيك الفترة كنت انا ملهية في العزة وفي الحزن ما بقيتش متبع الامر لانه كل شي واضح وكل شي بين بغيت غير نقول لكم القصة ديالي المختصرة ما تتيقوش نهائيا فالصحبة كتخرج على الناس والله العظيم الى رجلي كان انسان طيب ودخل سقراصه مشتهد وتيصلي وكان متبع الرياضة دياله جاوا ناس بلا ضمير بين ليلة وضحاها خرجوا عليه وعليه ويتموا ليه ولديه انا الحد الآن ولا حد اليوم ما عرفتش لعلاش ولا كيفاش دخل هالطريق ولكن اللي اعطى اللي اعطى هذه هي حكايتي وهذه هي حكاية غيطة قلت لي بلي انها مكرهتكمش انكم تدعو مع الراجلها بالرحمة لانها مسامحة وعارفة بلي انه ما يكونش مش لدك شي بخاطره وقلت لي بلي انه عمرها ما غدي تسمح لحتى شحد اللي كان سبب في انه يتبلى او لحتى في الموت دياله يا مشاهدين يا كرام ردوا باركم معا منك اتصاحبو كيف قلت لكم في بداية الحلقة الصاحب وساحب يا اما الطريق مولانا ويرتقي بك الفوق يا اما الشر ويدخلك عند الشياطين ما تنسوش كيف العادة انكم تخليوا لغيتها كلام طيب واترحموا لها على راجلها ضمتم في رعاية الله وحفظي انتلقوا في مقاريب سلام سلام